الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزي الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع محافظة البنك المركزي حسن عبدالله في إطار تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة السلع الأساسية والاطمئنان على توفر المغزون الكافي عند المستويات الآمنة وشهد الاجتماع التأكيد على استمرار تنسيق فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية وكذا مستلزمات الانتاج المطلوبة للقطاع الصناعي كما شهد الاجتماع أيضا إشارة إلى أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي يستقبل اليوم موازير الخارجية سامح شكرين ممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثت الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله بتيلي وكان بتيلي قد أعلن في وقت سابق أنه سيتواصل مع جميع الأطراف الليبية الاستماعي إلى أرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية مشددا على ضرورة تحديد مصار تفوافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصدقية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد إلى إطار دستورية أعلنت مؤسسة حياة كريم أنه تم توزيع صناديق الخاصة أو الغذائية في إطار مبادرة وصل الخير بأربعة مراكز وكرة محافظة سهاج مختلفة من خلال فرق عمل المتطوعين يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على التوسع في مضالة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والسعي لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا وذلك باستكمال مبادرة وصل الخير لنهاية العام الحالي واستمرارا لإجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة بتوفير الدعم الغذائي للفئات المستحقة والأولى بالرعاية قال الرئيس الأوكراني فلادمير زلنيسكي أن روسيا ستشن بالتأكيد هجمات صاروخية جديدة على بلاده وأوضح زلنيسكي أنه شدد على قوات الدفاع والمواطنين ضرورة الاستعداد للعمل معا لتحمل العواقب وأضف زلنيسكي أن الأسبوع المقبل قد يكون بنفس الصعوبة التي كان عليها الأسبوع السابق عندما أدت الهجمات على البنية التحتية للكهرباء إلى أسوأ انقطاع للكهرباء في أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في فبراير الماضي يلقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناكا اليوم خطابا له حول السياسة الخارجية لبلاده وأوضحت الحكومة البريطانية أن سوناكا سيشدد في خطابه على ضرورة أن تدافع المملكة المتحدة عن رؤية بعيدة المدى في مواجهة تموحات الصين وروسيا تواصلت الاحتجاجات على القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا في عدد من المدن الصينية بينها العاصمة بكين لليوم الثالث على التوالي وفي شنغهاي حافظت الشرطة على وجودها المكثفة على أحد الطرق حيث تحولت وقفة احتجاجية بالشموع إلى احتجاجات وتعيش الصين منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في ظل واحدة من أكثر قيود كوفيد صرامة في العالم ورياضيا تعدل المنتخب الألماني مع نظريه الأسباني بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم سجل ألفارو موراتا هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة الثانية والستين بتزديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء وسجل نيكلاس فولك الروج هدف التعدل الألماني عند الدقيقة الثالثة والثمانين وبهذا التعدل رفع منتخب إسبانيا رصيد إلى أربع نقاط وانفرض بصدارة المجموعة الخامسة بفارق نقطة عن منتخبي اليابان وكوستاريكا صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي بينما حصد منتخب ألماني أول نقطة له في البطولة ويحتل المركز الرابع والأخير على سلم الترتيب ختام مجزء الثامنة فاصل ورغض حضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر